اهلا بكم في انجاز جديد حصدت جامعة البحرين المركزة الثالثة والعشرين في تصنيف الجامعات العالمي كيو اس من اصل ما يقارب 1200 جامعة في الدول العربية متقدمة بذلك عما كانت عليه العام الماضي بمقدار مرتبتين مواصلة بلا شك احتفاظها بالمرتبة الاولى بين جامعات المملكة وذلك من خلال احداث قفزات نوعية في تاريخها في مجال انتاج الابحاث العلمية وعدد الطلب المنتسبين لبرامج الدراسات العليا ثم ساهم بشكل ايجابي في تقدم الجامعة في معايير السمعة وللحديث عن هذا الموضوع سوف يكون معنا اليوم رئيس جامعة البحرين سعارة الاستاذ الدكتور رياض حمزة ولكن بعد هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مجددا مشاهدينا ورحم بضيفي الكريم في الستوديو سعارة رئيس جامعة البحرين الاستاذ الدكتور رياض حمزة مساك الله بالخير مساك الله بالخير شكرا جزيلا عن الاستضافة شكرا جامعة البحرين كانت في المرتبة الخامسة والعشرين على مستوى العالم بما يخص التصنيف العالمي كيو اس تقدمت مرتبتين صارت الان في المرتبة الثالثة والعشرين نعم في البداية ما هو تصنيف كيو اس خلن بينه للأستاذ المشاهدين ما هي اهميته ثم نتحدث على هذه التطورات اللي حدثت للجامعة ولابد من الاشارة الى انها كانت قبل بس ثلاث سنوات في المرتبة 42 نعم خلن نتكلم عن كيو اس تحديدا في البداية نعم اولا شكرا جزيلا مرة ثانية على الاستضافة نتشرف التصنيفات العالمية للجامعات عديدة الكيو اس هي يعني احدى التصنيفات اللي معروفة في العالم وفي المنطقة هناك تصنيف اخر بـ Times Higher Education وهناك ايضا تصنيف اخر Shanghai لكل تصنيف معايير مختلفة وفي تركيز على معايير معينة ولهذا في فروقات بين هذا التصنيف عندك وهناك اوزان لهذه المعايير بالنسبة للكيو اس هو تصنيف عالمي يصدر سنويا ويقيم ويصنف الجامعات في العالم وكذلك يصنف الجامعات حسب مناطقها ولهذا السبب هناك ايضا تصنيف للمنطقة العربية وجامعات المنطقة العربية التصنيفات هذه التصنيفات مهمة جدا للجامعات لانها اولا تعكس مدى او مكانة الجامعة بالنسبة للجامعات الاخرى والجامعات المختلفة في المنطقة او عالميا وكذلك تؤكد ثقة المجتمعات في هذه الجامعة يعني احنا يهمنا التصنيف ليش؟ لان كل ما ارتفع التصنيف معناتها زادت ثقة المجتمع بالجامعة زادت ثقة اولياء الامور بالجامعة زادت ثقة الاعضاعي التدريس والاداريين والطلبة بانفسهم من خلال هذا التصنيف ولهذا السبب هذا التصنيف يهمنا تماما ويهمنا ان نقارن انفسنا بالجامعات الاخرى وطبعا ممكن نتحدث عن هذه المعايير ومختلف المعايير نعم اتكلم عن هذه المعايير الدكتور لأهميتها لان جامعة البحرين قبل فاس سنوات مثل ما قلنا كانت في المرتبة الاثنين والاربعين نعم قبل سنتين الى العام كانت في المرتبة خمسة وعشرين الان هي في المرتبة ثلاثة وعشرين لكيو اس شنو هي المعايير التي يضحها واللي بالتالي التزمت فيها الجامعة تفوقت فيها برزت فيها واستطاعت ان تتقدم هاتين المرتبتين نعم يعني الجامعات تصنف على يعني بمعايير مختلفة بالنسبة للكيو اس هناك معيار ما يسمى بالسمعة الاكاديمية السمعة الاكاديمية للجامعة وهذا يقاس عبر استبيانات ترسلها لكيو اس الى الاف الالاف من الاماكن المختلفة ليحطون يعني تقييمهم للجامعات الافضل في نظرهم او التخصصات الافضل في بعض الجامعات كذلك المعيار اخر وهو سمعة الخريجين ما رأي اصحاب او ارباب العمل في خريج الجامعة الفلانية وهذا مهم وايضا يعني الجامعة فيما يتعلق بسمعة الخريجين هي المرتبة 15 على مستوى العالم العربي على مستوى العالم العربي يعني تصنيف متقدم وبين السمعة الاكاديمية وسمعة الخريج فيه هناك 50% تقريبا من وزن التصنيف بالنسبة للكيو اس فيه امور اخرى ينظرون اليها نسبة اعضاء هيئة التدريس الى الطلاب لان كل ما زادت اعضاء اعضاء هيئة التدريس الى الطلاب معناته حتما قد يكون الكولتي او الجودة التعليم افضل نسبة اعضاء هيئة التدريس من مختلف العالميين يعني شكثر انت عندك اساتذة عالميين في الجامعة نسبة البحث العلمي والاقتباس من البحوث المنشورة من الجامعة فيه كذلك الشبكة العالمية اللي لدى الجامعة للبحث العلمي هذه ايضا تقيم نسبة التأثير على الويب سايت بالنسبة للجامعة كل هذه معايير مختلفة لها اوزان مختلفة من ضمن المعايير تم تصنيفها ايضا بالمرتبة 213 بمعايير قوة التأثير في تحقيق اهداف التنمية المستدامة نعم دكتور نعم انتو كيف تسعون لتحقيق اهداف التنمية المستدامة شوف الله يسلمك يعني التنمية المستدامة عملية جدا مهمة في المنطقة وفي العالم في كل الدول والسنة الماضية مؤسسة Time's Higher Education وضعت تصنيف جديد لأول مرة وهو تصنيف الجامعات في تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة وقضية التنمية المستدامة مهمة جدا لنا في مملكة البحرين وهناك ايضا اهداف التنمية 17 هدف تقاس الجامعات في تحقيقها لهذه الاهداف والحمد لله جامعة البحرين حققت مركز توضع الاهداف وتقيمها كل هدف على حدة وثم يعني تقيم الجامعة والجامعة البحرين حصلت على التصنيف 213 عالميا نعم دائما ما نسمع بمصطلح دكتور شركاء الجامعة نعم جامعة البحرين لابد أن لديها شركاء كيف تعمل معها؟ نعم ما هي الاهداف المشتركة التي تضعح الجامعة مع شركائها؟ نعم وفي أي مجالات تحديدا؟ نعم أكاديمية كانت أم فيما يتعلق بسوق العمل أم ما يتعلق بجودة الخدمات المصاحبة أم ما هذا؟ نعم الجامعة في أي مجتمع لا تعمل بمعزل عن المحيط بها من قطاعات مختلفة حكومية وأهلية وخاصة واقتصاد وعلوم كل هذه الأمور لا بد أن يكون في شركات بين الجامعة وهذه القطاعات جامعة البحرين تسعى تماما أنها تعمل مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص كبريات الشركات نحاول أن نعمل مع الجامعات المختلفة يعني هناك شركات بالنسبة للقطاع الخاص هناك شركات أكاديمية مع جامعات عالمية وإقليمية جامعات هاربر جامعة لفبرة جامعة مثل هذه الجامعة جامعة شانكهاي هذه الجامعة يعني بدأت تتصل بهذه الجامعات وتحاول أن تكون هناك برامج سواء أكاديمية أو برامج بحث علمي بين جامعة البحرين وهذه تبادل الخبرات تبادل الخبرات تبادل الأكاديميين بتعاص طلبة كل هذا دكتور نعم زيارات أعضاء هذه التدريس البحث العلمي المشترك لا بد أن نحن نتواصل مع العالم لنعرف ماذا يجري من حولنا وجامعة البحرين حققت نسبة عالية جدا هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية في عدد البحوث المنشورة في قواعد البيانات البحثية العالمية البحوث العلمية نعم جامعة البحرين مجتمع مصغر دكتور كيف تعملون بهذه العقلية؟ عقلية أن هذه الجامعة تمثل مجتمع مصغر هو البحرين إذا نقول جامعة البحرين لا يوجد أي فرد في البحرين لا توجد أي أسرة غير مرتبطة بهذه الجامعة سواء بأحد من أبنائها أو أحد من العائلة صحيح فجامعة البحرين نعتبرها مجتمع مصغر كيف تعملون بهذه العقلية؟ والله هذه المعلومة طبعا مهمة جدا أن نعرفها جميعا أن الجامعة لما نتكلم عن 29 ألف طالب معناته أن الجامعة تمثل كل أسرة مثل ما تفضلت كل بيت في البحرين وحتى أسر خليجية أيضا وأسر خليجية عندنا طلاب من أبناء الأسر المقيمة عندنا في البحرين أو يأتون إلى البحرين مو بس طلاب دكتورة خريجين يعملون نام في مناصب في دولهم من دول خليج تحديدة يعني وإحنا نفخر بخريجي جامعة البحرين وإحنا نفخر بخريجي جامعة البحرين لهم سمعة متميزة حقيقة فالجامعة لابد أن يكون فيها نشاطات أيضا بجانب النشاطات الأكاديمية النشاطات اللاصفية مجالس الطلبة الجمعيات الفنون عندنا المسرح الإعلام الرياضة جامعة البحرين فازت بجوائز كثيرة رياضية وفي الآي تي إذن عندك حراك يعني مستمر يومي من الفعاليات في الجامعة محاضرات أنت لما تتكلم عن عشر تخصصات كلية الحقوق وكلية إدارة الأعمال وكلية التمريض والرياضة وكل هذه الأعلام والهندسة والإعلام والعلوم والآي تي إذن نتكلم عن تخصصات مختلفة نتكلم عن أساتذة ومختصين وخبراء مختلف يعني في جوانب مختلفة تصور الفعاليات اليومية في هذه الجامعة محاضرات هنا ومحاضرات هنا وطلابنا يعني حقيقة يتم تدريبهم بهذه الفعاليات مو بس طبعا أكاديميا ولكن العمل كفريق واحد العمل والوطنية يعني الوطنية بالممارسة الوطنية والانتماء لهذا البلد بأنه يعمل مع بعض ويجتهد مع بعض ويعطي أفضل ما لديه جامعة البحرين أيضا من ما يميزها زرع المهارات ليست فقط العلوم والمعرفة والأكاديمية لكن حتى المهارات الاجتماعية التي تفيد الطالب في حياة المستقبلية على المستوى الاجتماعي أو المهني نعم من خلال الأنشطة الموجودة في جامعة البحرين اللي أكيد يعني تلعب دور في خلق شخصية الطالب وما نعرف هل لها دور أيضا في تقييم الجامعات دكتور مثل وجود الجمعيات الأندية وما إلى ذلك والله يشوف يعني لما نقول سمعة الخريج سمعة الخريج هذا المكون سمعة الخريج يأتي من أشياء كثيرة منها شخصية الخريج شخصية أنت لما الطالب يروح يشتغل في مكان ما هو لا يقيم بس على علمه ولكن يقيم على طريقة أدائه وسلوكه وحبه للعمل والعمل في فريق واحد كثير من هالأمور التي تقوم جامعة البحرين حقيقة بتنميتها وتركز عليها نسعدنا كثير من زملاء هنا حتى موجودين معنا الأعلام في الستوري وهم خرجين لجامعة البحرين صحيح وأننا نفكر بهم تنميات دكتور معايير الجودة نعم يعني لابد لأي جامعة أن تكون لديها معايير جودة نعم تعمل على تحقيقها ونحن نعلم أنت وضعت سقف عالي لهذه المعايير كلمنا عن معايير جودة في جامعة البحرين والله شوف الله يسلم الجودة هي لابد أن تنبع من الذات أنت ماذا تريد أن تحقق وإلى أين تريد أن تصل فسقف الجودة نحن نضعها لأنفسنا لأننا أيضا نريد أن نصل إلى مستويات تليق بمملكة البحرين نعم إحنا لما نشوف أولويات العمل الحكومي ونشوف أولويات المطلوبة من عندنا نأخذها بمأخذ الجد ونأخذها بمأخذ يعني كيف ننجزها يعني الخطط والأولويات مثلا الوطنية التي جاءت في الخطاب السامي لجلالة الملك حفظ الله وهو الرئيس الأعلى للجامعة وهذا مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا خلال افتتاح الدور الثاني للفصل التشريعي الخامس بالنسبة إلى رسم خطط الطريق للمستقبل والتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وكذلك الاستثمار النوعي والبنية التحتية كل هذه الأمور نأخذها بمأخذ الجد لأنها تكون خطة طريق لنا فمثل هذه الأمور حقيقة نحن لما نأخذها تجود العمل لدينا وتقرب عملنا من ما هو مطلوب منه في المجتمع وأنتم تعملون في كل هذه السياة نعم في هذه السياة جارب الأكاديمي المنشئات الخاصة في الجامعة الطلبة المدرسين الأكاديميين وما إلى ذلك في كل هذه الاتجاهات نعم لأن البيئة بيئة الجامعة مهم جدا أن تكون هناك بيئة صحية سليمة للطالب بحاول أنت تخليه يكون يمضي أكثر ساعات وقت ممكنة في الجامعة وهو بالفعل يقضي نص يوم إذا هو أكثر في الجامعة ما بين دراسة ما بين تحضير ما بين عمل بحوث ما بين في المكتبة نعم لجمع المعلومات وما إلى ذلك هذه كلها خلينا دكتور هل رفعت السقف وضعته لنفسكم الآن تحدي ارتقاء تصنيف جديد خطوات جديدة والله يعني ما أخفي عليك حال الجامعة الأخرى يوم اللي يصدر التصنيف تلاقي كل جامعة في نفس اليوم بدت خططها كيف تطور من الأوزان اللي حصلت عليها في هذا التصنيف وكيف تنافس وهذا شيء مطلوب ولكن حقيقة أنه التصنيف يعني ليس غاية وإنما يعني هي نتيجة لجهود ونتيجة لعمل يعني إحنا في جامعة البحرين نتمنى أن تكون هذه الجامعة جزء من الحراك اللي يؤثر في الاقتصاد في مملكة البحرين وفي تطوير الإبداع والابتكار وجزء من الارتقاء بالمهارات الأساسية التي موجودة عند طلابنا نعم دكتور خططكم المستقبلية ما هي نختم حديثنا لأن دائما حينما نسلك عن خطط المستقبلية نلاقي دائما عندك أشياء جاهزة إن شاء الله للمرحلة القادمة نعم والله إحنا طبعا راح يكون هناك برامج جديدة نبدأها مثلا في سبتمبر القادم بالنسبة لبرنامج مع أمازون للحوسبة السحابية بالإضافة إلى طبعا عندنا برامج للنفط والغاز وبرامج أيضا لطبعا عندنا البيانات الضخمة وهذا برنامج مهم جدا بالنسبة وستقطب طلاب للماجستير كثيرين ولكن أيضا حقيقة ما نحن يعني منكبين عليه وهو كيف تستطيع الجامعة أن تقوم بخلق موارد ذاتية للجامعة هذه الموارد تساعد على الارتقاء بالبحث العلمي وبالابتكار هذا مهم جدا وبناء مختبرات يعني متخصصة فهذه الأمور اللي احنا تشغلنا هذه الأيام إن شاء الله دكتور نجدد لك يعني بارك لك من جديد في وصول الجامعة للمرتبة 23 من أصل حوالي 1200 جامعة عربية هذا إنجاز كبير نحن نفخر فيه وإحنا حتى كطلبة سابقين لجامعة البحرية ما زلنا نفخر ونسعد بالنجازات الحق الجامعة شكرا كل الشكر والتخدير لك سعادة البروفيسور رياض حمزة شكرا جزيلا شكرا 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 إذن مشاهدين الكرام تجدر الإشارة إلى أن ما تحقق من تقدم الحوض جاء نتيجة ما تحظى به جامعة البحرين من اهتمام كبير من لدن القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها واهتمام منقطع النظير وما تقدم الحكومة الرشيدة للجامعة من دعم وما شهدته الجامعة أيضا من مبادرات أكاديمية تطويرية وتوظيف تقنيات حديثة تتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال نجدد طبعا التهنئة لجامعة البحرين ونلقاكم على خير في حلقات قادمة اشتركوا في القناة